موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة ميليتري انسكوب النهاردة جايب لكم تقرير مميز جدا من مجلة أمريكية مشهورة جدا في المجال العسكري والاقتصاد ونحاول نبسط المعلومات اللي فيه نشوف الأول عنوان التقرير بيقول ايه المقاتلة الخطيرة سوقوي 35 في مواجهة F22 وF35 من سيفوز ياريت تتابعونا للآخر علشان المعلومة توصل كاملة ولو مهتم بالمجال العسكري والسياسي أعمل اشتراك ونبدأ على بركة الله سوقوي 35 قدرتها متساوية أو أفضل من مقاتلات الجيل الرابع الغربية السؤال هنا أداءها هيبقى ازاي قدام الطائرات الشبحية من الجيل الخامس زي F22 وF35 خلوا بالكم التقرير استثنى مقاتلة الجيل الخامس جي 20 الصينية وأعتقد بعد الحلقة اللي عملناها عن جي 20 أكيد عرفته السبب ما علينا سوقوي 35 هي أفضل مقاتلة روسية في مجال التفوق الجوي في الخدمة حاليا باستثناء سوقوي 57 اللي من الجيل الخامس وبتعتبر أفضل تصميم لمقاتلات النفاثة من الجيل الرابع وأهم ميزة للسوقوي 35 قدرتها الفائقة على المنورة المجلة الأمريكية بتقول أن معظم الأنظمة الإلكترونية والتسليح الموجودة على السوقوي 35 أصبحت تنافس بقوة الموجودة على F15 إيجل وأصبحت سوقوي 35 خصم قاتل للF15 ويوروفايتر تايفون والرافال في ميزة موجودة على السوقوي 35 ومش موجودة في أي مقاتلة غربية غير F22 الميزة دي هي إشارة فوهات المروحة التربينية بشكل مستقل في جميع الاتجاهات وده بيساعد الطيارة في التدحرج والإنعراج وبالشكل ده يمكن للطائرة سوقوي 35 الاستفادة من زوايا هجومية بطريقة متالية وعنلاحظ من فيديوهات سوقوي 35 إنها بتتحرك في اتجاه معين لكن مقدمة الطائرة في اتجاه آخر الميزة دي مش موجودة طبعا للاستعراض لكن بتستفاد الطائرة منها في حالة المطاردة لهدف عاوز يهرب منك في اتجاهات كتيرة وبقدر من خلال الميزة دي أنفذ مناورات على مساحة ضيقة وضيف لكل ده إن الطائرة بتبقى قادرة على تفادي صواريخ موجهة ضدها والقتال من مسافة قريبة لكن المشكلة الوحيدة إن المناورات الضيقة بتقلل من طاقة الطائرة يعني بتستهلك وقود أكبر لأن المحرك هيفزل مجهود أكبر سرعة سوقوي 35 هي 2.4 ماخ يعني تقريبا 2400 كيلو متر في الساعة وبكده بتتساوى مع F22 وأعلى من F35 و F16 كمان سوقوي 35 لها معدل صعود أفضل من F22 و F35 وأقصى ارتفاع تستطيع سوقوي 35 الوصول له هو 18 كم والارتفاع ده مساوي للF22 و F15 وأعلى من F35 والرافال و صوبر هورنت بحوالي 3 كم ساعة الوقود في سوقوي 35 تضمن لها مدى يصل إلى 3800 كم لكن باستخدام خزانات وقود إضافية مدى السوقوي 35 بيصل إلى 4500 كم وطبعا ده تفوق على F35 و F22 في المدى اللي بيحتاجوا ناقلات وقود معهم زي ما شرحنا في آخر حلقة وقلنا ده خطر جدا على المقاتلات الأمريكية هيكل السوقوي 35 مصنوع من مادة التيتانيوم الأخف وزنا والمحرك الخاص بالسوقوي 35 بعمر افتراضي من 4500 إلى 6000 ساعة طيران لكن F22 و F35 العمر الافتراضي للمحرك بتاحهم 8000 ساعة طيران وهيكل السوقوي 35 مش متخفي تماما زي F35 و F22 الشبحية لكن على حسب التقرير مع التعديلات ووجود مواد مصة للرادار فان المقطع الراداري للسوقوي 35 انخفض للمنتصف وفي بعض المقالات قالت ان المقطع الراداري للسوقوي 35 بيظهر في الرادار في حدود من متر إلى 3 متر مربع وده طبعا بيقلل من فرصة اكتشاف المقاتلة على الرادار لكن بدون تحيز طبعا الخاصية الشبحية للF35 و F22 أفضل وممكن تظهر F22 على الرادار بحجم النحلة والمشكلة القصوى اللي بتواجهها طائرات الشبحية من الجيل الخامس الأمريكية هو تساقط اطلاع الشبحي للمقاتلات الأمريكية بعد كل طلعة جوية وتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده تعالوا نتكلم عن التسليح تمتلك الأفع الروسية سوقوي 35 من 12 إلى 14 نقطة تعليق صلبة وده طبعا بيعطي للسوقوي 35 حمولة تسليحية ممتازة بالمقارنة بالتمن نقاط تسليح الموجودة في F15C و F22 رابيتور أو بالنسبة للأربع صواريخ فقط المخزنة داخل F35 وحسب التقرير يمكن للسوقوي 35 استخدام صواريخ K77M والصواريخ دي خطيرة جدا ويمكن توجيهها عن طريق الرادار ومعروفة في حلف الناتو باسم AA12 أدر وبيصل مداها 120 ميل وبالنسبة لاشتباق قصير المدى نستخدم صواريخ R75 الموجه بالأشعة تحت الحمراء وبتكمل مجموعة صواريخ الصواريخ بصاريخ R27 متوسط المدى وصاريخ R37 بعيد المدى اللي بيستخدم ضد طائرات OX وطائرات نقل الوقود وتكلمنا عنه آخر حلقة والسوقوي 35 مسلحة بمدفع 30 ميلي مزود ب150 طلقة التقرير اللي معانا اكتفى بتسليح السوقوي 35 ولكن للاستفادة أنا جبت لكم خريط التسليح للF35 من موقع Business Insider وهنزل الصورة لكم على منتدى القناة ويقدر المشتركين يشوفوها بصوا الجزء ده خاص بالأسلحة اللي بتركب خارجيا على F35 والجزء ده للأسلحة الداخلية والجزء التالت للأسلحة الإضافية لو لاحظنا في الأسلحة الخارجية هنلاقي صاروخ زي AIM120 البعيد المدى وصاروخ ستورم شادو وصاروخ AIM Sidewinder القصير المدى وعلى فكرة مش كل دول بيركبه مع بعض هو بيعطيك مثال لكل قسم ينفع يركب معاي نوع من الأسلحة لان الطيارة مش هتتحمل تشيل كل ده وهنلاقي القنبلة GPU 31G دام هسيب لكم خريطة التسليح دي على المنتدى وعلشان نطلع من النقطة دي حمولة F35 من الضخيرة 8 طن وده يعتبر منتقارب مع السخوي 35 نجي بقى نتكلم عن الأنظمة الإلكترونية بالنسبة لسخوي 35 بتعتمد على نظام L175M عزيزي المشاهد النظام ده مهم جدا على السخوي 35 وهيفرق جامد في المواجهة مع F35 و F22 لان اغلب الصواريخ بيتم توجيهها بالرادار فالنظام الموجود على السخوي 35 بيعترض موجات الرادار دي بقوة وده بيسبب ان الصاروخ المعادي بيتوجه بشكل خاطئ وده هيزود فرص بقاء سخوي 35 في أرض المعركة وبيستطيع رادار السخوي 35 تعقب 30 هدف جوي لكن رادار سخوي 35 من نوع BESA سهل اكتشافه والتشويش عليه من رادارات المقاتلات الغربية اللي هي من نوع AESA معنى الكلام لو سخوي 35 ضربت صاروخ موجه بالرادار هيلاقي صعوبة في إصابة هدفه بعد التشويش عليه من رادارات المقاتلات الغربية بتتميز السخوي 35 باحتواءها على نظام OLS اللي بيتميز بقدرة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء ويعمل على نطاق 50 ميل طيب ايه فايدته؟ فايدته ان السخوي 35 تقدر تغلق الرادار بتاعها الأساسي علشان محدش اكتشفه أو يشوش عليه وتعتمد على نظام OLS وده يعتبر خطر على مقاتلات الشبح الأمريكية التقرير قال ان نقطة قوة المقاتلات الشبحية هي إطلاق صواريخ من مسافة 100 ميل بدون ما يكون للسخوي 35 فرصة على الرد إلا لو اقتربت لمسافة أقرب على فكرة سخوي 35 تقدر تكتشف F35 على بعد 80 كيلومتر وتكتشف F22 على بعد 50 كيلومتر وبكده تكون سخوي 35 في خطر عالي وخصوصا يسهل اكتشاف سخوي 35 عن طريق الطائرات الشبحية الأمريكية من مسافة أكثر من 100 كيلومتر المهم عزيز المشاهد المواجهات المباشرة ممكن تحسن عن طريق دعم أرضي بالرادارات المنخفضة للكشف عن الأهداف أو عن طريق طائرات الإنذار المبكر المصاحبة للمقاتلات وطبعا عارفين معلومة الصين ومصر فقط حصلوا على المقاتلة سخوي 35 حتى الآن أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة سلام عليكم